رأي الخمسة ونصف أصدقائي ونحن في أخطر مغامرة سفاري قدرتها في حياتي ويستطيع أن يقوم بها أي إنسان في هذا العالم ونحن في منطقة مليانة مجموعة مسلحة بين حدود الكاميرون ونيجيريا كأن هناك أكبر بارك اسمه وازا بارك في حيوانات لكنه أبندن ونحن مع زوج عسكريين هم الذين يحوصوني لحدود تشاد هذه رحلة ممكن تخلاص بعيد الشر مليحة وممكن تنجح فدعو لي معكم إن شاء الله يا ربي نصلوا بخير أدوهم الحواج الذين يديرهم العسكر هنا يجب أن يقفوا واحد بدنا رحلتنا على الخامسة صباحا من مروة نحو مدينة مورا وهي آخر مدينة قدر تشاهد فيها طريق معبل يعني لدينا رحلة ستاءات كامل طريق فيها غازة كيف تضعنات كيف أش هذا الطريق ممنوع للسيارات وشحينة الأوبور عليه حتى الساعة ستة ومما تبدأ تطلع الشمس لأن في الليل كانت بالصفق وطع الضرق مشكلة ذوكا أنه عندما نفتنا على البرجز كانوا يتحركون معنا وكانوا يرون سيارة كامل لكن هناك فكرة أين؟ قالوا لي أنهم يستطيعون أن يقفوا أسهماس فقط لأنه يتعبوه حرم يأتي وخطفونه إذا يرونوا معنا، أنا أتخبأ هذا هنا يأعزل يستطيعون أن يروني ولكن من الجهة الأمامية يستطيعون أن يروني يستطيعون أن يرسلوا رسالة أسهماس فرق يقولون بليوا كين واحد أبيض معهم يأتي وقفوا في الطريق وحصلنا في الطريق فوقت لا تقلق سيارة وقفوا جميعا وحصلت إلى تحت في الطراب هل أطلقائكم؟ نعم، أطلق الان أنتم أصبحتون انتم مازلون سيارات كنت تدخلس الراعب بعد كل شيء ما قلتم من العسكرين كنتم باهم وحسب عامل أصباح كل شخص أن يمروا أعلى حيث أن أشكوا بها هناك أبدا يوجد استمرار الموتو في اخر نحن الموتو كنتا أول مرة نحس إحساس الخوف من اغتطاف ولا أم في منطقي ومن ما كانت هادئة وفجأة أصبحت تعج بالسلاح والخوف جيوش ومدرعات صار ليلونهار من أجل استرجاع الأمن في هذه المنطقة ندخلوا معي منهم لأنهم حوالي بعد خمس ساعات ومن هذه القرى يستطيعوا يعاونهم الدولة مثل ما يستطيعوا يعاونهم شيئا المغضادة يستطيعوا تعاونهم معهم يستطيعون أخبار يقولون لهم يوجد شيئا ويوجد السيارة بيضاء فيها واحد أبيض لا تستطيعوا تعجمون عليها في المنطقة هناك السيارات الوحيدة التي تستطيعوا أن تذهب على طريق كمالي ومع الساون 4 يستطيعون أن يستطيعون من القلب بين المدينة الكبيرة والمدينة الحدودية وصلنا إلى الطريق وبدأ التداريس السافانة لا تداريس السافانة خارجون من الاشجار ليس لديهم سلاح لا يمتلك أين العادة الآن بأنهم يتسلمون لا يوضحونون، سلاح وفي الصباح يدخلهم في العادة وينتظرون ناحية الاشجار ولدخلوا إلى المدينة سيقلون لاذا لا يحبسونهم لأنهم لا يوجد كثيرين لكن سأدخلون مزيدات لأنه المبارد لأنها إذا كان البناء جميع البناء أنا في عواضة هذو كما تشوفونا البوشس بدنا نشوفوا شوية حيوانات شوية طيور أول طائر صادفناه كان لقلق الإفريقي مفتوح من قار أفريكان أوفن بيل ينتشر بكثرة في وسط إفريقيا ويتغضى الحشرات والأسماك في البحيرات المنتشرة في البارك أما الطائر الثاني اللي شفناه كان دجاج غيني أبو خودة هالطيور تحب اليابسة وإذا واجهها الخطر تصدر صوت وتبدأ تجري كخير أول وبعدها الطائر لكن طائران هلا يدون مسافة طويلة مثل باقي الطيور وتجيش في مجموعات مع بعض والثالث كان خنزير البري بومبا للأسف شفنا غيرت للحيوانات هم تزوج طيور واحد هذا كواتوك تيمون و بومبا للأسف حالون تكون حربوا لدخل البارك البارك مغلوق أبوندن لكيش حتى قايدز اللي خليكوا دخل الداخل هذا اللي تشوفو فيها صدقائي نيجيريا عادي فهنا ندخلها طريقة هذه كان من نيجيريا هم الحدود الخارجة عادي بصح ما كانش في الواقع تقدر تقطع تطلع تغبط هذه لها كان المشاكل يقدروا يجيوا الناس منه من نيجيريا ويدخلوا هنا إلى الكاميرون ويقوموا بشيء ويرجعوا لانه ما كانش شوف حدود غير مرئية ما كانش عسكر ولا شرطة ولا حاجة تحمي هذه الحدود أصلا كما شفنا في فيديو تشار الناس يدخلوا يخرجوا عادي شوف هناك كفاش يمشوا في يديهم السيف شي دافعوا الأرواح ونسو كانت عاد القرى شوف عايشين حياة بسيطة جدا جدا ما عندي مش كعربة خلاني والدير تحمل مبنية من طريقة البسيطة زيادة عن لا أمن الأطفال هنا يعنيوا بشدة لما دار سأويهم تعلمهم أبجادية الحياة يقضون معظم وقتهم مع المواجه واللعب في البرية بعدها لاحظنا مجموعة ووقفة وتتمعن في العربات المارة وهزين سكاكين في الديهم وقتهم على المرش صدقنا العسكري جاه السلاح وانا بدأت نجاهد شوفنا وهي تركز السيوف وهي تبقى فينا وهي سلاحتها وشدره 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 كان درجة نارية في طريقة يعني خائفة يكون وسنة وفينا بيتشلر إنها مجرد هل هل هؤلاء المجردين؟ هل هل تركز السلاحة؟ هل هل لا؟ نعم لا يوجد مشكل ايضا انهم يتعاونوا معهم لانه الفقر لما يكون الفقر يقدر هذا يعطيه شوية درهم ويقول يخدموه ويعطيه معلومات ويقتلوه عادي عادي يقدروا يحبسونا دور يدعونا السيارة يدعونا كل شيء مشكل والله غير مشكل شو هنا في هذه المنطقة معينين حدود مدين الجبل لهذا طالع باش يعرفوا بلي هذي الكاميرون ومن هنا يا نيجيريا شوف هذو الناس كامل اللي هنا هذي اللي هي نيجيريا وما هنو يخدمون عندهم عائلات كاملة هذي شو هناك عائلة خطورة هذي في الفلاج الثاني نيجيريا وينلونتان هذي لكنهم لا يمكنوا يقسموا عليهم البلاد فهم دعونا نغارج البلاد ولكنهم لا يقضعوا ويرجعوا عادي دعونا نبادو شوية على حدود نيجيريا رقنا حوالي خمسين كيلومتر حدود الان سلامت ريق بسزاف فاسداء 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 ما اقترش نصف فلكم كيفاش فاسداء والحاجة اللي تغير ذاك افريقية مسكين هذا المنازل كاملة تشوفوا فيهم بيوت اللاجئين نيجيريين جاءوا هنا بسبب الحرارة هذا المنازل يأتي من نيجيريا ويدخل هنا في الكاميروني ماذا العسكر؟ اسكورت؟ 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 هذه انا لذانك الأشخاص الذين يأتي في حافلات جماعية يجبون ان يتقم معهم للسكر اذا جدت فريد السابق اوه يوجد معهم للسكر اوه! يجبون ان يتقم معهم للسكر والأمام للخلب يجبون ان يقوموا هنا في المطريق ومنهم يقوموا له طالب يبدو مفتحة تبه؟ لا خلاص حتى نفس الوقت عندما ينبغوا وقفوا هنا سيبقوا خلقوا وقفوا أبدا في المحل وقفوا ايجاد لدينا وقفوا لدينا وقفوا عندما يجب أن أتعرف أنني أتعرف أليس لا أعرف لماذا يا ربنا أعرف بشكل حدود يا ربنا أرى كيف يأتي كيف يحصل أعينك بيدل هيه تشوف ساراب تخيزي بشكل عرشيك و تحسب لي وكين الماء ومن بعد رحمة القاش نصلنا إلى المدينة كوسري يا أخوة آخر بدينا هنا يورا أنا رايحين لعبر الحدود إن شاء الله يا بك شغل حلو وحلو وما زال ما كمش لكن الحمدلله ما كانش النهار خفت فيه كيما اليوم قلبي يحمس أكثر من مرة يتنسى الخيل الروحي راهي نوع ويعيته الصفارات عنه هو الجزائر جيد تدخل مع محاورات ومالي بريش واشت تولي حكاية دبلوماسية كبيرة طئيت بزاق قبل ما نخرج واستخرت وخممت وتخيلكن يعني ناخد هذا الرزق كما تروني أصلا بحركة لكن الحمدلله إن شاء الله ما سوف يكون لدينا محضرة الدولة فوتور الجحال ما هي الأفضل؟ نعم 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 شكرا